في الأشهر الأولى من العام الجاري شهد ميناء العيون تفريغ 24,600 طن من الأسماك السطحية و4,260 طن من الرخويات و9,270 طن من الأنواع الأخرى هذه الأرقام تعكس حيوية ميناء العيون وتؤكد على أهميته كمركز للصيد في الأقاليم الجنوبية رغم انخفاض المفرغات مقارنة مع السنوات الماضية أسواق السمك في مدينة العيون هو من أكبر أسواق السمك في الجملة المتوجدة للصعيد المملكة يتربع على عرش تصنيف أسواق السمك داخل المملكة من حيث حجم المفرغات التي تتجاوز 3,000 طن شهرياً بقيمة مالية التي تتجاوز 70 مليون درهم هذا السوق هذا كيعرف استقبال المفرغات أزيد من 220 مركب الصيد الساحلي و276 مركب الصيد التقليدي مواكبة للتطورات التكنولوجية تم تبني نظام المزادات العلنية الرقمية في سوق السمك بالجملة مما يعزز من الشفافية ويسرع العمليات التجارية ويعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تحديث القطاع وتعزيز كفاءته يساهم قطاع الصيد البحري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك مزود السفن البحار والتجار وهي فرص تعزز نمو الاقتصادي وتسهم في تنمية المنطقة مما يعطي دفعة قوية للحركة الاقتصادية جهويا ووطنيا أعرفنا الحمد لله هؤلاء السنوات الأخيرة إدمج مجموعة كبيرة من شباب المنطقة لا من ناحية تجهيز المراكب والمقابلة المراكب والتجارات السمك كل ما يرتبط عن قطاع الصيد البحري والمهن المرسا في طعبه سواء المباشرة سواء غير المباشرة بالنسبة لينا والمجموعة من الشباب ارتأينا لأننا نعد تعاونيات خاصة في قطاع الصيد البحري لمنها اللي جهز مراكب الصيد التقليدي ومنها كذلك اللي يسوق منتجات الصيد البحري لا على المستوى المحلي ولا الوطني ونطمح بإذن الله لأنه يعد عندنا يعني تسويق على المستوى الدولي بإذن الله بمستقبل القادم ميناء العيون بأسطوله المكون من 368 مركبا للصيد الساحلي و 276 مركبا للصيد التقليدي يعد مركزا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة كما يسهم في تعزيز الاستثمار والتنمية محققا انعكاسا إيجابيا على حياة سكان الأقالم الجنوبية للمملكة المغربية